دخل رجل عجوز إلى المحكمة ليقدم شكواه فسأله القاضي شكواك ضد من؟ أجاب العجوز ضد ابن فلان نظر القاضي إلى زملائه من القضاة متعجباً وسأله وما هي شكواك بالضبط؟ قال العجوز أطلب من ولدي مصروفاً شهرياً حسب استطاعته قال القاضي هذا من حقك على ابنك دون نقاش أو جدال أضاف العجوز يا حضرة القاضي رغم أنني غني ولا أحتاج إلى المال إطلاقاً إلا أنني أريد أن أحصل على مصروف شهري من ابني استغرب القاضي وتعاطف مع الموقف فأخذ بيانات الابن وأمر بإحضاره فوراً اجتمع الابن بأبيه أمام المحكمة وسأل القاضي الابن هل هذا والدك؟ أجاب الابن نعم سيد القاضي إنه والدي قال له القاضي هل تعلم أن والدك تقدم بشكواه ضدك يطالبك بمرتب شهري بمبلغ زهيد حسب قدرتك؟ استغرب الابن وقال كيف يطلب مني مصروفاً وهو يملك الكثير ولا يحتاج إلى نقود أحد؟ قال القاضي هذا طلب والدك وهو حر فيما يطلب تحدث الأب العجوز يا سيادة القاضي لو حكمتم لي بدينار واحد في كل شهر سأكون سعيداً بشرط أن أقبضه من يده دون تأخير قال القاضي نعم سيكون لك ذلك بكل تأكيد دع الأب للقاضي بالصحة والتوفيق فأصدر القاضي حكمه قائلاً حكمت المحكمة على فلان بإعطاء والده مصروفاً شهرياً وقدره دينار واحد فقط حسب رغبة الأب دون انقطاع على أن يكون هذا المصروف مدى الحياة وأن يسلم المبلغ من يد الإبن ليد الأب مباشرة دون وجود أي وسيط بينهما قبل أن يغادر الأب والابن قاعة المحكمة سأل القاضي الأب أمام ابنه اسمح لي أن أسألك لماذا فعلت ذلك وشكوت ابنك وطلبت مبلغاً زهيداً جداً رغم أنك غني ولست بحاجة للمال أجاب العجوز وهو يبكي بمرارة يا سيد القاضي إني أشتاق لرؤية ابني هذا لقد أخذته مشاغله الكثير مني ولا أراه أبداً رغم أن قلبي متعلق به تعلقاً شديداً فهو لا يكلمني حتى على الهاتف ولأجل أن أراه تقدمت بهذه الشكوى مكتفياً بلقاء واحد كل شهر انهمر القاضي ومن معه بالبكاء والوجع وقال للأب والله لو تكلمت بالسبب الحقيقي منذ البداية لأمرت بحبسه وجلده أيضاً قال الأب العجوز وهو يبتسم يا سيادة القاضي وهذا الحكم سيؤلم قلبي أيضاً ليت الأبناء يدركون حجم معزتهم في قلوب آبائهم قبل فوات الأوان فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء